هل من دخل المسجد ولم ينوي جلوسا إنما نوا مكثا في المسجد بأن دخل لعمل في المسجد إصلاحات على سبيل المثال تستغرق وقتا أو أراد أن يقرأ ماشيا ذاهبا وآبا هل يصلي ركعتين أم يكفيه أم لا يدخل في الحديث لأنه ليس من من يريد الجلوس في قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ظاهر السنة أن كل داخل للمسجد يريد المكثفي تسن له ركعتا دخول المسجد على أي صفة أراد البقاء سواء كان يريد البقاء في المسجد قائما لعمل أو ماشيا لمراجعة أو مذاكرة أو نحو ذلك والجواب عن ذكر الجلوس في الحديث أن ذكر الجلوس في الحديث لأن الغالب في حال من يدخل المسجد أن يجلس فيه ولكن لو لم يجلس وأراد المكث في المسجد فإنه لا يمكث فيه استحبابا إلا بعد ركعتين لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فذكر الجلوس بناء على الغالب وما كان كذلك فإنه لا يأخذ منه مفهوم مخالفة بمعنى لا يخرج من عموم الحديث ما إذا دخله لعمل قائما أو لمذاكرة فيه ماشيا أو نحو ذلك